عقد مجلس الوزراء اجتماعا افتراضيا برئاسة رئيس الوزراء دكتور معين عبد المالك خصصة لمناقشة جملة من الموضوعات على ضوء المسجدات الاخيرة في الجوانب السياسية والعسكرية والاقتصادية والصحية والخدمية والتوجيهات الصادرة من فخمة رئيس الجمهورية في خطابه مؤخرا للتعامل معها ومسؤوليات وخطط الحكومة للتنفيذ وقدم رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع حاطة شاملة عن مختلف المسجدات والنتائج التي اصفرت عنها لقاءات مكثفة منعقدة مع فخامة رئيس الجمهورية وهيئة مستشاريه وهيئة رئاسة بجس النواب اضافة الى التحركات الجديدة لمبعوث الاممي وما طرحه من افكار عمومية حول جهوده للتوصل الى وقف اطلاق نار شامل في اليمن والسيناف عملية السلام مجددا وحرص الحكومة الشرعية على تحقيق السلام وفق المرجعيات الثلاث للحل السياسي المتوافق عليها محليا والمؤيدة اقليميا ودوليا واشار الى ان التحركات الاممية تقابلها المزيد من التصعيد العسكري لميليشيات الحوثية في مختلف الجبهات والسهدف المدنيين والاراضي السعودية من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ بارستية ايرانية الصنع واكد الدكتور معين عبد الملك ان كل ذلك التصعيد الخطير مؤشرات واضحة على عدم جدية ميليشيا الحوثي في تحقيق حل سياسي لاحلال السلام وان قرار الحرب والسلم باتت في يد داعميه في طهران التي تواصل انتهاكاتها السافرة لقرارات مجلس الامن وتتحدى المجتمع الدولي باستمرار ارسال الاسلحة والدعم للحوثيين واخرها ما ضبطته القوات المشتركة للتحالف من كميات اسلحة ايرانية كانت في طريقها للحوثيين واعتبر مجلس الوزراء استمرار تهريب الاسلحة الايرانية للميليشيا الحوثية انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وقرارات مجلس الامن ذات الصلة باليمن وفي مقدمتها القرارات الدولية بشأن حظر توريد الاسلحة للميليشيا لافتا الى ان استمرار الدعم الايراني لهذه الميليشيا وتزويدها بالتكنولوجيا الاسكرية المتقدمة لقتل اليمنيين واستهداف دول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية وزعزعة الامن الاقليمي والدولي يعد تعد سافر على امن واستقرار اليمن وسيادته وسلامة اراضيه ودعى مجلس الامن الدولي لاتخاذ موقف حازم ازاء الدور الايراني التخريبي في اليمن والمنطقة واستمرار تهريب التكنولوجيا العسكرية وشحنات النفط والخبراء للميليشيا الحوثية والذي يساهم في توسع النشاط المزعزع للامن والاستقرار ويمثل مصدر تهديد لخطوط الملاحة الدولية والامن الاقليمي والدولي كما تطرق رئيس الوزراء الى الجهود الجارية من الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتنفيذ اتفاق الرياض وتوحيد الجهود في معركة اليمن المصيرية والوجودية ضد المشروع الايراني ووكلائه من ميليشيا الحوثي واستعادة الدولة وتجاوز كل التحديات مشيرا الى الخطوات التي تم قطعها في هذا الجانب واتفاق الجميع على ضرورة الوقوف بمسؤولية تاريخية وتغليب المصلحة الوطنية العليا مستعرضا تحديات الوضع الاقتصادي وتراجع سير العملة الوطنية ومقترحات تجاوزها وما يتطلبه ذلك من انقاذ سريع بالتعاون مع الاشقاء والاصدقاء وفي المقدمة المملكة العربية السعودية واهمية التسريع بتنفيذ اتفاق الرياض لاجاد ارضية مناسبة لمعالجة التحديات المختلفة واشهد مجلس الوزراء بما تضمنه خطاب فخامة رئيس الجمهورية امام المستشاري وهيئة رئاسة مجلس النواب من موجهات اساسية في الملفات السياسية واقتصادية والصحية وغيرها وموقف الحكومة الثابت في ضرورة المضي بتنفيذ اتفاق الرياض دون تأخير او انتقاء او تجزع باعتباره مكسبا للجميع مثمنا الدور الاخوي الصادق للمملكة العربية السعودية الشقيقة ومواقفها الى جانب الدولة والشعب اليمني في مختلف الظروف والاحوال وحرصها على وحدة وسلامة واستقرار اليمن واطلع مجلس الوزراء على التقرير المقدم من نائب رئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للطوارئ دكتور سالم الخنبشي حول مستجدات وباء كورونا والاجراءات المتخذة في الجوانب الاحترازية والوقائية والعلاجية اضافة الى الجوانب المتصلة باستكمال اجلاء العالقين والتي شارفت على الانتهاء وحققت نتائج طبية مشيرا الى تراجع في عدد الاصابات والوفيات المسجلة بشكل ملحوظ وارتفاع عداد المتعافين بدوره استعرض وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باع عوم التجهزات التي تم رفض القطاع الصحي بها مؤخرا واسهامات القطاع الخاص الوطني في هذا المجال والاجراءات الوقائية والاحترازية المنفذة موضحا انه تم رفض محافظات شبو ومارب والمهرة بوحدات بي سي آر وسيتم خلال الفترة القادمة تزويد محافظتي لحجو أبيا مشيرا الى استكمال تجهيز مستشفى ميداني متكامل وتركيبه في منفذ الوديعة بدعم من الشقاء في المملكة العربية السعودية اضافة الى استلام سبعة كاميرات حرارية من مركز الملك سلمان للإغاثة والعمال الإنسانية سيتم توزيعها في المنافذ البرية والجوية والبحرية وفقا لأولويات الاحتياج وتوفير احتياجات المطارات من وسائل ومعدات الوقاية وثمن المجلس عاليا الجهود النوعية والاستثنائية للجنة العليا للطوارئ وما حققته رغم كل التحديات والصعوبات من إنجازات ملموسة والتي توجت بالتراجع في أعداد الإصابات والوفيات والنجاح المحقق في إجلاء العالقين اليمنيين بكفاءة وفاعلية منوها بجهود مختلف العاملين في القطاع الصحي وما يبذلونه من آداء استثنائي في هذه الظروف وكذا دور البعثات الدبلوماسية في إجلاء العالقين وشهد مجلس الوزراء بسامات القطاع الخاص الوطني وفي المقدمة مجموعة هيل سعيد أنعم في رفض القطاع الصحي وكذا المبادرات المجتمعية على المستوى المحلي والخارجي والتي لعبت دورا فاعلا في تقوية قدرات القطاع الصحي والمساعدة في رفضه بتجهيزات لازمة مثمنا الدعم السخي المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والعمال الإنسانية في الجانب الصحي والإغاثي والإنساني وحط وزير الدفاع الفريق الركن محمد المقدشي بنجلس الوزراء بمسجدات الوضع العسكري والميداني في ضوء استمرار ميليشيا الحوث الإنقلابية في التصعيد العسكري في عدة جبهات خاصة الجوف وصنعاء والبيضاء وعدم التزامها بوقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة وتحالف دعم شرعية استجابة لدعوات الأممية لتوحيد الجهود لمواجهة وباء كورونا مشيرا إلى ما يسطره أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والرجال للقبائل بإسناد طيران التحالف من بطولات عظيمة وإفشال كل خطط الميليشيات الحوثية وأوهامها في تحقيق تقدمات ميدانية وما تكبدته من خسائر بشرية ومادية فادحة وحية مجلس الوزراء التضحيات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في تصدر الاعتداءات الحوثية المتكررة في مختلف الجبهات في إصرار واضح على عرقلة التحركات الأممية لإحلال السلام وجهود أن إنهاء الحرب وأكدا دعمه بكل الإمكانيات للجيش الوطني في معركة الشعب اليمني المصيرية لإنهاء الانقلاب وسعادة الدولة موجها بمضاعفة الاهتمام بأفراد الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ورجال القبائل بما في ذلك في الجوانب المائشية والعدة والعتاد ومعالجة الجرحى ورعاية أسر الشهداء واعتبار ذلك أولوية قصوى في خطط وبرامج الحكومة وثمن الدعم والإسناد الكبير لتحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة لإنهاء الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري والسعادة الدولة ورفع المعاناة عن الشعب اليمني واطلع وزير الدفاع مجلس الوزراء على العملية التي نفذتها قوات الجيش والأمن وسنودة برجال قبيلة عبيدة بمديرية مارب الوادي لضبط عناصر تخريبية خارج عن النظام والقانون كان لها ارتباط مباشر بميليشيا الحوثي الإنقلابية وتنفيذ عمليات إرهابية مشيرا إلى ما أسفرت عنه العملية من إحباط مخطط حوثي كبير لزعزعة الأمن والاستقرار بمحافظة مارب وتقديم معلومات عن تحركات الجيش الوطني وقوات التحالف وما تم العثور عليه من وثائق تحوي أسماء الجهات والأشخاص المرتبطين بهذه الخلية التي يتزعمها المدعو محسن صالح سبيعيان وأكد مجلس الوزراء على استكمال التحقيقات وعرض الوثائق والمخططات التي كانت تعتزم تنفيذها هذه الخلية وملاحقة العناصر المرتبطة بها وتقديمها للمحاكمة والحفاظ على الأمن والاستقرار وردع مثل هذه العصابات التخريبية والإرهابية التي تسعى إلى زعزعة الأمن وخدمة أهداف ميليشيا الإنقلاب ومشروعها العنصري وثمنا دور لجاء القبائل ومواقفهم الوطنية في إسناد الجيش والأمن في معركتهم ضد ميليشيا الحوث الإنقلابية وما يقدمونه من تضحيات غالية في سبيل الدفاع عن الثورة والجمهورية والثوابت الوطنية